اعتقد ان صعب اوي ما تقدرش الاداء الممتاز من تلدا سوينتن ومن البنت الصغيرة سيوهيون ان والبنت الصغيرة سيوهيون ان سيوهيون ان التي قامت بدور ميجا سيوهيون ان اللي قامت بدور ميجا ومن البنت الصغيرة سيوهيون ان اللي قدمت انا مش حالع بالكلام انا هقول البنت الكورية الصغيرة وخلاص البنت الصغيرة البيت الكورية الصغيرة اللي قامت بدور ميجا سيوهيون سيوهيون ان ان البيت اسم ابوها اسمه ان كابتن محمود بكر الله يرحمه كان بيقول الوادي الكولي رقم ثلاثة والوادي الكولي رقم تسعة احداث فيلم اوكجا بتبتدي سنة 2007 مع اعلان مهم للوسي ميراندو الرئيسي التنفيذي لمؤسسة ميراندو لتصنيع الاطعمة لوسي بتعلن عن فصيلة جديدة ان الخنزير تم اكتشافها وبيتم تطويرها عشان تبقى مصدر للحوم النقية واللزيزة والصديقة للبيئة ومن اجل الحفاظ على السلالة بتعلن عن مسابقة لتربية 26 خنزير منهم في اماكن متفرقة في العالم عشان بعد 10 سنين يتم اختيار الافضل ما بينهم في احتفال كبير بعد مرور العشر سنين بنشوف واحدة من الخنزير اسمها اوكجا تم تربيتها في كوريا وكبرت لدرجة التعملق واصبحت صديقة البنت صغيرة اسمها ميتجا وطبعا ميتجا بتغضب وبترفض لما بتتفاجئ ان مؤسسة ميراندو استعادوا اوكجا وعاوزين يرجعوا بيها الامريكا وبتنطلق في مغامرة مليانة احداث غريبة ومثيرة عشان توصل لأوكجا وترجعها بتها فهل يا ترى ميتجا ممكن تنجح في مغامرتها؟ وهل مؤسسة ميراندو ممكن تتنزل لها عن اوكجا؟ فيلم اوكجا جزب اهتمام اعلامي كبير بسبب كونه في الموجة الاولى من الافلام الروائية الطويلة المهمة اللي بتنتجها نتفلكس بس الاهم من كده هو انه تعرض في المسابقة الرسمية في النسخة الاخيرة من مهرجان كان وقوبل باستهجان سياسي وترحيب فني جمهور وبعض اعضاء لجان التحكيم في مهرجان كان ابدوا استياءهم من سياسة نتفلكس في انها بتعرض انتجاتها مباشرة اونلاين بدون احترام فترة العرض السينمائي ومع ذلك محدش قدر يخفي اعجابه بالفيلم وتم تكريمه باربع دقايق متوصلة من التصفيق والتحية بعد انتهاء عرضه الاول وعشان فيلم يبقى في بقرة التربص بالشكل ده وبعدين يحصل على التكريم والاستحسان ده يبقى اكيد هو مش مجرد فيلم مهم اعلاميا هو كمان مهم فنيا فيلم اوكجا وعلى غرار فيلم وور فور دا بلانت اوف دي ايبس بيتحرك على تلات محاور رئيسية محور الفلسفة ومحور العاطفة ومحور المغامرة الاختلاف هنا بس ان محور الفلسفة اقتصادي رأسمالي معاصر وان المحاور التلاتة مغلفة ببصمات الكوري بونج جون هو مخرج الفيلم وكاتب السيناريو بالاشتراك مع جون رونسون اوكجا هو الفيلم الهوليودي التاني لبونج واللي شاف الفيلم الاول سنو بيرسر سهل او يميز بصماته سواء على مستوى الاخراج او على مستوى السيناريو بونج عنده قدرة فريدة على تقديم التراجيديا الشديدة والقصوى الصادمة على جانب والكوميديا الهزلية والغرابة المفرطة على جانب اخر بس الاهم من ده هو انه عنده القدرة انه يلعب على اي تشكيلة من الاوتار دي وساعات الاربعة مع بعض في نفس المشهد واهم مثال على اللي بقوله وما فيهوش اي حرق لاي تفاصيل في الفيلمين هو مشهد المجزرة من فيلم سنو بيرسر فيلمنا المرادي بيبتدي بالمزيج الفلسفي والعاطفي على وطيرة درامية ما تخلاش من بعض الكوميديا الهزلية اللي في رأيي انا ما كانتش بالضرورة موفقة اوي لحد ما حدث الحبكة الاهم بيحصل وبيدخل محور المغامرة المتمثل في محاولات ميجا لاستعادة اوكجا ومعاها السرك بيبتدي انا اعطت فترة طويلة وانا بتفرج بدور على التعبير المناسب لوصف اللي بيحصل قدامي على الشاشة لغاية لما الفيلم ساعدني بالموسيقى التصورية الغجرية الرائعة واكد لي ان احنا دخلنا السرك احداث كتير واطراف كتير واجندات كتير وايقاع سريع وتصرفات غريبة واخرى كوميدية واخرى قصية جدا وكل ده في مشاهد رائعة التصميم يمكن على مستوى الحركة وتتبعها اكتر شوية من مستوى الفوتوغرافية واكتر كمان شوية من مستوى الخدع البصرية رغم ان كل حاجة في المستويات دي اقل ما توصف بي انها جيدة جدا الفيلم عنده حاجات كتير قوي يقولها على مستوى المؤسسات الكبرى واساليب الادارة الجشعة ومراجيح العلاقات العامة والتسويق وعنده حاجات كتير يقولها عن حقوق الحيوانات والانتهاكات اللي بيتعرضوا لها في كواليز صناعة الاغذية والجميل ان الحاجات دي كلها بتتقال بشكل واضح ومفهوم جدا ومن غير ما تتقال بشكل مباشر ودي ميزة مدرسة بونج جون هو انه من خلال التصرفات والطبيعة الغريبة لشخصياته بيخليك ممكن تتوقع في اي لحظة ان اي شيء ممكن يتقال ويساعد في توصيل رسالة او موضوع مهم ولو مش عاوز ترهق نفسك شوية في التفكير ممكن تتابع طبيعة العلاقة ما بين ميتجا واوكجا وتطلع مبسوط من المحور العاطفي لوحده ولو قلبك متحجر ومش قادر تتواصل عاطفيا مع علاقة بتجمع بنت مع حيوان خرافي عندك محور المغامرات والمطردات واللي مليان افكار مسلية ومفارقات كوميدية ولو كل دا ما كيفكش اعتقد ان صعب اوي ما تقدرش الاداء الممتاز من تلدس وينتن ومن البنت الصغيرة سيوه يون ان اللي قامل بدور ميتجا الفيلم يتميز بفريق تمثيل محترم جدا على مستوى الادوار المسندة ويأتي بول دينو على رأسهم في الاجادة ولكن للأسف جيك جيلنهال دوره كان فيه تحميل زايد في عناصر الغرابة في السمات والتصرفات واعتقد ان الهدف منها كان اطفاء مساحة للتميز في الاداء لتعويض ضعف الاهمية في الشخصية نفسها ولكن النتيجة كانت مشاهد اطول من اللازم ومبالغات يؤسفني اني اقول انها كانت مزعجة وانا اصلا من كبار المعجبين بجيك جيلنهال والحال ما كانش افضل اوي عند جيان كارلو اسبوزيتو اللي برضو شخصيته اهميتها ما كانتش كبيرة ولكن في بعض الاحيان تأثرها كان محصوص وعموما يحسب له انه ما اتجهش للمبالغات في الاداء واصلا المشاهد بتاعته ما كانتش كتير اوي ولكن بشكل عام الفيلم حلو جدا وعجبني جدا ودفعني للتأمل وبعض صوره فضلت في ذهني لأكتر من يوم مش هقدر اقول اني من المحبين لكل الابعاد في مدرسة بونج جون هو بس لازم اقول اني بحترمها وبحترم قدرته على الامتاع من خلالها على جميع المستويات ابعاد القصوى كانت مؤثرة وابعاد العاطفة كانت فعالة وابعاد الهزل مش بس كانت مضحكة دي كمان عكس صادق للجنون اللي بقى حاكم كل ابعاد حياتنا تحفظاتي كلها على الاداء المحبط لجيك جيلن هال واللي يعتبر مؤشر لاتجاه نتفلكس لتوظيف اكبر عدد ممكن من الاسماء الكبيرة لدعم الفيلم جماهريا رغم عدم الاحتياج ليهم فعليا على مستوى الدراما وفي بعض الاحيان كنت بحس ان تصميم وتحريك اوكجا او كل الخنزير اللي من الفصيلة دي في الفيلم يعني فيه تراجع بتاع خمس سنين على مستوى التكنولوجيا تقييمي لفيلم اوكجا هو تمانية من عشرة وعلى فكرة فيه مشهد اضافي بعد التتر النهاية فلما الفيلم يخلص جروا التتر عشان تتفرجوا عليه مناقشة الحلقة ايه رأيكم في سياسة نتفلكس في انتاج وطرح الافلام وتفتكروا موضوع الافلام المتاحة مباشرة للمشاهدات المنزلية ده يمثل شيء ايجابي ولا شيء سلبي على مستقبل السينما ياريت تساهموا برأيكم في الكومانس ياريت تعملوا شيروا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة عشان تجيركم الحلقات اول بول وتابعونا على فيسبوك وسناب شات وتويتر ولو وازدت تتعرفوا على احدث الحلقات اللي عملناها على فيلم جامد استنوا شاشة اللي جاية باي باي